من الأطباء للصيادة يحكي للناس احكيت الصيادة ازاي الصيادة المصر النهاردة بيواجه النيابة العسكرية ليه اصلا يصدد غوصات لا لا لان ساعتك البحر اصبح ايدا لنا اه الاصبع ومن بعده بعدنا بالزبط طبعا في المنزلة الان قصة مخزية يعني العشرات من الصيادين الصيادين المنزلة تم اعتقالهم والان يحكموا محاكمة عسكرية وخضعين امام النيابة العسكرية تقول ساعتك ماذا صنعوا ماذا فعلوا هما نفسهم ما عرفوش ايه الموضوع ايه القصة ايه الحكاية تنزل حملة من عشان تمسك الصيادين طبعا حضراتكم عارفين ان تم انشاء مزارع سماكية كتير للقوات المسلحة ودول الصيادين احرار زي ما احد المواطنين بيقول في المطارية الحدث بقول الصيادين بحية المنزلة من المطارية وليتقبض عليهم وتحالوا محكمة عسكرية اغلبية منهم صيادين عاديين من اللي ينزلوا يغتصوا يصادوا بيديهم وولا منهم اصحاب المخالفات الحقيقية المستحقين للمحكمة اللي هو بقى ممكن ده ساعتك التاني ده اللي هو صياد شغال ممكن بشكل مخالف بدون رخصة وايضا ممكن ان هو يعمل مخالفات في داخل البحيرة وكده بقول للاسف الشديد وبكر للاسف الشديد حاملات الشرطة وخاصة الحاملات اللي الغريبة اللي بتيجي من اماكن خارج المطارية بتقبض على الموجود وخلاص هننزل الميا هنقبض على كل الصيادين عاطل على بطر اهم حاجة يبقى فيه مجهود للحملة وخلاص انا فندم نزلت اهو ابطع الصيادين هل مخالف مش مخالف اطلاقا للاسف الشديد وانا هنا ابتقع مسئولية الشرطة المحلية بمعنى الشرطة المسطحات المائية اللي في المطارية واللي بتبقى عارفة كويس من يصحق القبض عليه ومحاكمته عسكريا ويستهل فعلا ومين لا طبعا احمد المسألة حامل الكلام ده برضو انا مش هامل ايه متحكم عسكري معلش يعني يعني يا سيدي صياد مخالف ومش ماشي برخصة وبيحط بكهر بالسمك يتحكم عسكري ليه معلش اهالي المنزل ده نفس سؤالهم الان الاهالي كلهم نفس سؤالهم لماذا يحكمون محاكمة عسكرية ومن حيث المبدأ لماذا تم يلقى القبض عليهم ده الاشكالية يا احمد اخبار قالت الشبول واحدة من المواقع المحلية ايضا اتكلمت في هذا الموضوع انقذوا اخواتنا الصيادين في بحيرة المنزلة الذين يتحكمون محاكمة عسكرية وكل ذنبهم ان هم رحين استادوا ويأسوا على رزقهم ورز ولادهم ولا هم موطع طرق ولا هم حرمية اين المسؤولين في الدولة انقذوا اخواتنا المساكين الصيادين ده ما يرضيش ربنا الصيادين وعنونا من الظلم اذا يا احمد القضية اصلا لانناس عارفة اتخذت ليه ادي عبدو الريز بيقول حملة على البلطاجية في بحيرة المنزلة عرب بها البلطاجية فهربوا من البحيرة يعني كانت الحملة طلع للبلطاجية ليتم القبضة للصيادين الغلابة نناشد رأس النظام بتدخل من اجل الصياد الغلاباني يا سيد هو الحملة طلعت يا احمد ترجع فاضي بترجعش الفاضي لقوا الصيادين يلا عمل امي هورجع بيها تاني دي القصة قصة مهزينة جدا ومش بس الصيادين يعني وده حل ماصر كلها ترجمة نانسي قنقر